النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل السيد برونيو لوميار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ده حصل بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومع مجموعة وزرية الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرون وأكد سيادة الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا وأعرف فخامته عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد وفي ضوء الزخم المتواصل اللي بتشهاده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وإيه كمان وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال مشروعات قومية عملاقة أيضا التحسن في المناخ الاستثماري اللي احنا عاديم بنجري فيه مش بقولك بنخط وفيه خطوات ثابتة مؤكدة لا ده مش بس كده وكمان شبكة البنية التحتية شديدة الحداثة وده اللي حاصل أظن كلنا نلمس ده تالت وامتلت طيب من ناحية تانية وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بينقل التحية إلى السيد الرئيس استحيات طبعا الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون وبيأكد أنه بلاده حريصة على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات اللي من شأنها أنها تصب في صالح العمليات التنموية اللي بتحصل في مصر خصوصا في ظل الجهود اللي مصر بتبزلها على كافة الأصاعدة من خلال إيه بقى إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية وده رأي الجماعة الفرنسوين ورأي الاتحاد الأوروبي ورأي الأمريكان وظن نتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بالإضافة لدور مصري محوري وأساسي وراكز سابت في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا في الشرق الأوسط وخد بالك بقى ده تعبير الوزير الفرنسي وشرق المتوسط شدد الوزير الفرنسي على أهمية زيارة أو الزيارة الحالية دي للقاهرة باعتبارها البداية الحقيقية للتنفيذ الفعل للمشروعات الكبرى الوردة في حزمة التمويل الشاملة واللي تم التوقيع عليها ما بين البلدين في يونيو 2021 يعني من حوالي 8-9 شهر كده طيب اللي أنا عايز أقوله لك يا باشا عزيز المواطن الباشا المحترم عزيزتي المواطنة البشوية المحترمة برضو هو فرنسا عندها أي مصلحة من إنها تتكلم إيجابيا علينا دون سبب؟ يعني تجاملنا في المطلق؟ يعني تقول علينا شطار وكويسين وهنعزز التعاون ونعمل مشروعات اقتصادية عملاقة علشان إيه مثلا عشان لولنا خامري وعنينا سودة؟ ولا عشان دي مصالح؟ عشان دي مصالح؟ عشان ده شغل عشان فرنسا بتدور على مصلحة ومصر بتدور على مصلحة عشان فرنسا هتستفيد من الاستقرار في الشرق الأوسط ومصر تستفيد من الاستقرار في الشرق الأوسط مصر تستفيد من استقرار شرق المتوسط اللي هو خلقته مصر من أول وجديد وأعادت صياغته من أول وجديد ورتبت أوراقه من أول وجديد وبنت أعمدته الرئيسية المين بيلرز زي ما بيتقال على رأي المهندسين من أول وجديد وفرنسا تريد ذلك قطعا الله يبقى عمليا في مصالح مشتركة ما بين بلدين كبار البلد الكبيرة بتاعت المنطقة والشقيقة الكبرى في الاتحاد الأوروبي طيب بيشهد هذا اللقاء تباحث حول تعزيز بقى سبل التعاون ما بين فرنسا ومصر أو مصر وفرنسا على المستويات التجارية والاقتصادية إلى جانب الإيباءة تعظيم استثمارات فرنسا عندنا في مصر من خلال زي ما بقولوك كده تنفيذ المشروعات المختلفة القومية في مصر قطعات النقل وتصنيع العربيات الكهرباء والبنية التحتية والزكاء الاصطناعي في مصر والاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهايدروجين الأخضر اللي هو أحدث حاجة في ثورة الطاقة الخضراء على مستوى العالم بنعمل مصنع كبير قد كده عند قناة السويس طب هقولك إيه؟ إمبارح كنت بقولك هي مصر ما بتقفش ومش هتقف ولو حصل في الأمور أمور زمان شيء ما بقاش حصل ترجمة نانسي قنقر